بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الأمين وآله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظهر في هذه الآونة الكثير من الناس ينشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر مصدره ولا درجة صحة هذا الحديث وهذه زريعة لنشر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك ترى أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وأنت تجهل مصدرها فعليك أن تتوقف عن العمل بها حتى تتأكد من أنها من كلام النبوة فالذي ينشر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر مصدر الحديث والتأكد منه بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار طيب اللي ينشر حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير متعمد ماذا عليه لا يدخل في هذا الحديث ولكن يقع عليه أثر النشر فمن عمل بهذا الحديث وهو ليس بحديث يكون الناشر الغير متعمد عليه الوزر ويحاسب عليه يوم القيامة وإن لم يدخل في وعيد من كذب علي متعمدا ولذلك على الإنسان أن يتحرى في النشر وأن يتحرى في التلقي فقال أحد السلاف إن هذا الأمر دين أي الحديث فانظروا عمن تأخذه دينكم ولذلك سأقدم لكم إن شاء الله عز وجل الطريقة الأكترونية للتحقق من الحديث على محرك البحث جوجل سنبحث عن الضرر السنية الضرر السنية موقع متخصص في علوم الشريعة وفيه موسوعة حديثية هذه الموسوعة تستطيع من خلالها البحث عن الحديث في موقع آخر وهو المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة الحديثة أو المكتبة الشاملة البرنامج كلاهما ممكن تتحقق من خلاله من الحديث ودرجة صحاته ومصدره سنختار من الضرر السنية الموسوعة الحديثية في هذه الموسوعة نكتب الحديث أو جزء من الحديث إذا كان الحديث مثلا مشكل فالأفضل يعني أن نكتبه من غير تشكيل نكتب مثلا جزء من حديث كلمة أو جملة ولتكن هذه سيد الشهداء حمزة ونبحث مثلا نحن وجدنا حديث فيه كلمة سيد الشهداء حمزة إلى آخره فهل هذا حديث لا نعرف نأتي هنا على الضرر السنية الموسوعة الحديثية نكتب في البحث سيد الشهداء حمزة هنا أعطى لنا نتائج 3036 نتيجة يعني كلها نتائج أحاديث مروعة سنجد هنا نعم إننا ذلك أحاديث أنه سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام فأمره ونها فقتله سنجد أيضا نتائج كثيرة تحمل هذا الحديث طيب نحن أحيانا يحتار الإنسان إذا وجد الحديث مرة إسناد ضعيف ومرة إسناد حسن ومرة إسناد صحيح فبأي إسناد يعمل إذا وجدنا الثلاث أحكام موجودة في النتائج نبحث على طول على الشيخ الألباني الطريقة الثانية التي تحدثنا عنها المكتبة الشاملة نكتب المكتبة الشاملة الحديثة في المكتبة الشاملة الحديثة يمكننا البحث عن الحديث أيضا بنفس الطريقة وهي أننا سنقوم بالبحث في المكتبة في تصفحه في بحث نبحث في المكتبة هنا في البحث يقول بحث في كل الكتب أي كل كتب المكتبة وبحث في نطاق محدد إن كتبنا كل الكتب سيأتي لنا بكمية ضخمة جدا من النتائج لكن نحن نريد أن نبحث في نطاق محدد وهو نطاق مهتون الحديث سنكتب أولا النص الذي نريد أن نبحث عنه ثم نختار القسم طبعا نختار قسم متون الحديث يمكننا أيضا أن نختار أقسام أخرى إذا أردنا نعدد الأقسام التي نريدها ثم ندوس بحث ها هو يأتي بالكتاب ويأتي بذكر الحديث فيه فلو فتحنا كل كتاب على حدة نجده يفتح الصفحة التي ذكر فيها الحديث سواء كان فيها توصيق أو شرح هذه طريقة سهلة يستطيعها أي إنسان أن يقوم بها عن طريق محرك البحث جوجل الدرجة السنية أو المكتبة الشاملة الحديثة